قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ثم قصة يا جماعة لما سمعتها حرقت قلبي حسيت أن أنا كائلة قلبي لما سمعت عن واحد أمريكي من دور اللي بيشوف المسلمين عاد بيكره الإسلام ليه اللي بيسلم برا ويجي يشوف المسلمين بيقول الحمد لله إن أنا أسلمت قبل ما أشوف المسلمين لو كنت شفتهم الأول ما كنتش أسلمت بواحد خليجي سافر أوروبا اتجوز بنت مش مسلمة قالت له هأسلم بعد الجواز مرضتش تسلم طلقها وكانت خلفت منه بنت البنت بعد ما كبرت وبقت شابة عندها حوال 20 سنة بتحكي قصتها بتقول أنا سألته أمي أنت ليه ما أسلمتي زي ما اتفقت مع أبويا قالت لها أنا قبل ما اتجوز أبوكي أنا كنت مبهورة بالإسلام لما اتجوزته وعملته أنا حسيت أن أنا كرهت الإسلام وله عزو بالله ليه يا جماعة ليه بقنا بنين الصورة مشوهة عندنا ليه بقى أكبر حجر عصرة في طريق دخول غير المسلمين الإسلام هو أخلاق المسلمين أخلاقنا فين قبل ما تغرأ السفينة أنا عايزة أحذر كل واحد مسلم وخاف على أمة محمد أنا عايزة أدمي طوق نجاة طوقنا جاة للأمة اللي بقت في وضع أخلاقنا يا جماعة واحدة دا واحدة بتبعت لأحد الدعاء بتقوله أنا أمي شوفوا أخلاقنا وصلت لفين بتقوله أنا أمي ستة كبيرة وبقت في السرير بتقضي حاجتها على نفسها ومبادلاني ومقطعاني يا عم الشيخ مرة دخلت لقتها شربت مياه كتير وقضت حاجتها على نفسها يعني ولا عزو بالله بتقوله أمة جايبة مياه سخنة كبهة عليها عشان ما تعملش كده تانيش بتقوله ماتت في نفس اليوم حرقت أمها الظلمة حرقت أمها بتقوله هو أنا كده يبقى عليها إذن يا إلهي شوفوا يا جماعة المسلمين وصلوا من يومين اتصلوا بينا في القناة هنا هو واحد بيقول أنا أمي كبرت وبرده في السرير وبتقضي حاجتها على نفسها وربطها بسلسلة في السرير عشان ما تعملناش مشاكل هو كده يبقى أنا حرام علي رابط أمه بسلسلة بعد مامه وصلت لأرض الأم رابطها بسلسلة أنا شوفتها بعيني والله العظيم واحد بيضرب أمه وكانت وسط لأفس الوضع بيضربها ضرب لأن هي سبحان الله العظيم بيضربها وخلاص بعد ما أصبحت عجزة بعد ما صحتها كلها راحت في تربيته وتكبيره سبحان الله العظيم ييجي يضربها هذا الضرب المبرح الراجل ده لما مات مات موت ما يعلم بها لربنا سبحانه وتعالى المقصد إخوانا المقصد أخلقنا وصلت لفين لما اسمع عن حدثة اتناشر مسلم يتقتلوا بسبب حتة أرض أرض ييجي واحد بلتاجي يقول أنا هضع من أيدي عليها طب نعمل له إيه مش عارفين نصرف معاه ييجي بلتاجي تانا خرجه لكم وتدوني مبلغ ماشي يقتلوا يقوموا عايزين يقوم خرجوا يقوم يقول لهم هاتوني الفلوس عايزين يعملوا أي حاجة يخلصوا منه قتلوه يقوم عيلته ييجي ويقتلوا احداشر واحد من العيلة صاحبة الأرض اتناشر دم يقعوا عشان حتة أرض شوية طين شوية طراب شفتوا دم المسلمين بأنخص ازاي شفتوا دم المسلمين اللي كان زمان بيسيل من أجل فتح العالم بقى بيسيل الوقت من أجل ايه أكرم ابن أبي جهل رضي الله عنه وهو بيموت جايين يسقوه شربة مية في معركة اليارنوك سمع أخوه عطشان قال له هم صف أخوية أخوه رايحين يشربوه سمع اللي بعده عطشان صف أخوية رحوا للتالت لقومات رجوا للتاني لقومات رجوا لأكرم أقومات الوقت تلات حوادث أتل في طوابير العيش بسبب رغيف العيش زمان كان المسلم بيؤثر أخوه بشربة المية هو بيموت الوقت بيأتي الأخوه عشان رغيف العيش في طوابير العيش يا جماعة احنا وصلنا لقيا يا شباب أخلاق زمان أخلاق المسلمين زمان كانت هي السبب في فتح العالم مش السيف يا جماعة باكستان 120 مليون مسلم تركستان في الصين 80 مليون مسلم الهند أقلية 200 مليون مسلم اندونيسيا 200 مليون مسلم غير ماليزيا غير غير بانجلاديش حوالي 120 مليون مسلم فوق 700 مليون مسلم الوقت على وجه الأرض في منطقة جنوب شرق آسيا مش بسبب دم مش بسبب فتحات بسبب التجرب مسلم كان يروح يفرش البضاعة بتاعته يجي الواحد يقوله دي ايه كذا بكام كذا طب عايزة اشتري منك يقوله اشتري من اخويا اللي جنبي يقوله انا جاي اشتري منك تقولي من اللي جنبي أصلا النهاردة بعت واخويا لسه ما بعش والنبي بتاعنا بيقول لنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لي اخيه ما يحبه لنفسه ولو انا محبتنش ان يبيع زي ما انا بيعت ما بقاش مسلم ومؤمن حقا بالاخلاق دي الناس انبهرت بدأت تسأل مين الناس دي ومين الناس بتاعهم وانا بتاعهم بيقولهم ايه وكانت السمرة 700 مليون مسلم بيقول لا اله الا الله بسبب الاخلاق بسبب الاخلاق لما الواحد كان بيتفرج على حادثة السلام 98 السفينة اللي اتحرق فيها المسلمين وبعد كده غرقه بسبب واحد خاين واحد غشاش واحد ما عندوش دين ولا ضمير قلت سبحان الله السفينة هتغرق يا جماعة السفينة هتغرق بنا كلنا لو ما الحقناش يا جماعة صيحة النهاردة تحذير قبل ان تغرق السفينة صيحة النهاردة تحذير طوقنا جاه طوقنا جاه بنربيل بعضنا يا امة محمد انا عايز اقول لكم وقائع الواحد شافها وعايشها وعايش اللي عايشوها وقائع وعايز اسألكوا فرقبت مين الناس دي فرقبت مين يلي بتاكلوا اللحمة وبترموها في الزبالة في الفطار والغدا والعشا الفقر دول فرقبت مين يلي فطرت الوقت خمس انواع لحوم اللي مش لقين فطار فرقبت مين اللي عندنا واحد انطحر بسبب ازازة زيت ازازة زيت يا مسلمين ازازة زيت معاه عشرة جنيه مراته بتقول له عايزين نعشة ونعش العيال عندين حصلت الواقعة دي قال لها طب خد العشرة جنيه نزلت مش عارفة تجيب ايه عند بطاطس اجيب ازازة زيت بتسعة جنيه ونص راجعت راجعت له نص جنيه قال لها ايه ده قالت له جبت ازازة زيت بتسعة جنيه ونص وما بقاش غير نص جنيه مسك النص جنيه ونزل قاعد يمشي على كبر طالخة في المنصورة وقاعد يكلم نفسه الزيت غلي والرز غلي والعدس غلي والاكل غلي فضل ماشي رايح جاي يكلم نفسه وفجأة امرام نفسه من على الكبر انطحر ولا عزب الله زي ما النبي بيقول اعوذ بك من الكفر والفقر الفقر هيودي الفين النبي ربط ما بين الفقر والكفر في رقبة مين في رقبة مين الراجل ده في رقبة مين الراجل بتاع بنها اللي نزل الساعة سبعة الصبح يجيب عايش عشان يفطر هو ولاده فضل وقف في طابور العاشل الساعة 11 ما هوش عارف يجيب عايش ما عارفش يجيب راح اشترى مكارونا وجاب سم وحط السم في المكارونا وطبخوا ووكلوا هو ولاده قتل نفسه وقتل ولاده في رقبة مين يا جماعة في رقبة مين احد اخواني احد اخواني قاضي في المحكمة بيحكي لعن قصة عايشها وانا بحكم مهنيتي شفت يعني عارف فعلا مرضى الفشل الكلوي دول احوالهم بيبقى شكلها ايه بيحكي عن قصة امرأة جوزة كان مريض فشل الكلوي مرضى الفشل الكلوي ده اسقب ابش عن مريضة سرطان ما بيشتغلش وبيعق كزا سنة وتكلفة علاجه رهيبة وما بياخدش علاج على نفقة الدولة الكفية ومعهوش فلوس حاجة والمضاعفات بتاعت الفشل الكلوي في كل عضو في الجسم ربنا يعافيهم ويعافينا جميعا يا رب ويعافي مرضى المسلمين ويغفل للمؤمنين والمؤمنات يا رب المرأة دي كان جوزة عنده فشل الكلوي وقعد في البيت مش عارف تعمل حاجة كل حاجة تاب السلف من البقال فبنتها عايز حاجة حلوة روح يا حبيبتي هاتي من البقال حاجة اي شفسي ولا حاجة بخمسين قرش راحت للبقال قال لها روح قولي لأمك انا ما عدتش هسلفكو بعد كده فيش حاجة بفلوس يا بلاش فقامت رايحة لأمها قالت له روح يا حبيبتي قوليله هات لنا كيس شبسي وإزازة فينيك ودي آخر مرة هناخد منك حاجة بالآجر آخر مرة هناخد منك حاجة بالسلف راحت اتدالها قامت من ديال بنتها كيس الشبسي تاكله وقامت شرب أزازة الفنيك انتحرت وكانت حدثة في محكمة من المحاكم المصرية تخيلوا يا اخوانا واحدة انتحرت بسبب الفقر ان الفقر يوصلها للدرجة دا ايه الفقر يوصلها للدرجة دا ايه انها تعمل موقف زي ده في رعبة مين الست دي في رعبة مين وجوزها في رعبة مين وجل مريض فشل كله في رعبة مين وبنتها اللي تيتمت وهي طفلة دي في رعبة مين في رعبة مين يا أمت محمد المرأة اللي مسكت ميكروفون قدام بيت مسئول كبير وقعدت تدن في الميكروفون تقوله ان احنا بقى لنا 3 شهور انا ولادي مكلناش لحمة في رعبة مين يا جماعة اللي مش رايين يأكلوا في المجتمع اللي احنا عاشين فيه كيلو العدس بقى ب 15 جنيه زمان لما كنت بقى هو حزور اخوان الطلبة المختربين كان الاكل بتاعهم عدس رز وعدس ويقطعوا طماطم ويقلوا برنجان ويقلوا بطاطس الزيت بكام والبطاطس بكام والرز بكام والعدس بكام عدد اكلات اغنية يا جماعة العدس من 15 جنيه في رقبة مين رجلين الفراخ عادت بتتبع بكيلو بكيلو عند بتقول الفراخ عندنا في المنصورة الجماعية جابوا ادرت فول طبقوها وقالوا هنوزع على الفقر الصبح كانوا متوقعين ما حدش هاجلهم الناس من 7 الصبح بقت بتهجم من بعد الفجر ل7 الصبح بيهجموا عالجماعة عشان ياخدوا الفول والعيس يعني الناس وصلت للدرجة نهيت الناس وصلت لدي الدرجة في رقبة مين يا شباب الاب اللي دخل على اولاده في موسم المدارس اللي باقي عليه ايام اه خلاص اسميها حاجة بسطة جدا دخل على ولاده لقى كل طفل في اول الدراسة يحزلوا ورقة كلها طلبات انا عايز ده المدرسة طلبت مني ده المدرسات طلبوا مني ده طلبوا بص للورق كده معهوش فلوس ام داخل كابب على نفسه جاز ومولع في نفسه والعيس وبالله قدامه ولاده انتحر انتحر مات ازاي ربنا يعمل معهم ايه احنا مش قضيتنا في رقبة مين الناس اللي عايشة في الفقر ده في المجتمع في رقبة مين الناس اللي وسط للدرجة دي في المجتمع الناس اللي مش لقى يا بق ما ينظيف تشربه الناس اللي الواحد ما بيدخل بيوت بيشوف حاجات رهيبة كنت بقى احد النساء الفضليات يعني كان بتوديني الاسر فقيرة يعني بنستكشف الاسر الفقيرة ونعمل لها استمارات فرايح لاسرة فبقول لها الاسرة دي اخبار رائبة من ادخل لها قالتلي دي ابوه مات والسبعة يتامة بس ثم الوقت بقى ستة قلتله قالتلي السابع كان اخوهم انطحر قلتله انطحر ليه قالتلي من الفقر من الفقر انطحر ولا عزو بالله عادت كلمة انطحر من الفقر دي موجودة بتشوفها كتير ولا عزو بالله تدخل البيوت بتاعتهم تلاقي ده عنده تخلف عقلي وده عنده مرض مزمن وده عنده انا قلت يا ربي يا ربي الامراض دي لما كنا من الناسها في الطب ما قالولناش ان دي امراض فقرة قالولنا ان دي امراض في الدنيا كلها اول مرة اكتشف ان الكلام ده سوء تخزين اول مرة اكتشف ان الكلام ده بسبب ان ناس بتاكل وناس بتاكل يا جماعة الكلام ده تحريد لنا على ان احنا نرجع لاخلاق دننا ان احنا ننقذ الفقر يا جماعة انا شفت بعيني وانا رايح اصلي الفجر المعيز بتاعة الراعي واحد راعي قادي اكلها من الزبالة وواحدة فقيرة قاعدة تشد في الكيس بتاع الزبالة تطلع منه اكل والمعيز يقصدها وهي منظر فضيع منظر فضيع الواحد قلبه اتخلع ايه ايه يا اخونا وصلنا للدرجة دي وصلنا لهذه الدرجة يا جماعة انا درس الليلة طوقنا جاه لازم ما يبقاش في فقير في بلادنا لازم ما يبقاش في بيحتاج في بلادنا لازم الجامعات الخيرية في مصر والعالم العربي كلها ندعمها بكل قوتنا بوقتنا وبفلوسنا وبمالنا لازم اللي يقدر يعمل جامعات خريعة يعمل لازم اللي يقدر يسعى على الارابل والمسكين والياته ما يسعى لازم يا جماعة بلادنا ما ينفعش يوهن فيها يتيم ما ينفعش يجوع فيها مسكين ما ينفعش تتلطن فيها ارمالة ما ينفعش ارمالة تبيع عرضها بت3 جنيه عشان تأكل ولادها ولا يهد بالله ما ينفعش يا جماعة مش بلادنا مش دلنا اللي قال لنا كده مش المسلمين اللي يعملوا كده ولو المسلمين وصلوا كده بقى السفنة هتغرق هتغرق سواب صناعي على المعروف سواب كفالة اليتامة والسعي على الأرامل والمساكين أحد تلامزة أحمد بن حنبر رحمه الله كان رأى رؤية إنه هو ماشي يعني يوم القيامة حصل فأعماله بتتوزن فكافت سيئاتها الطب فبرة كان معدي لقى أطفال منهم طفل فقير كان معاكس طعام الدهل الطفل الفقير ياللي بتسهمه في شونة رمضان وبتسهمه في كفالة الفقراء ادهوله الطفل بتسم دحك جات بسمة الطفل اتحطت في مزانه طبيبته بسمة طفل فقير دخلته الجنة بسمة طفل فقير إحدى النساء اللي قائمين على جماعة من الجماعات الكبرى في مصر كانت بتحكي بتقول واحدة من الأمارات طوال خليج أمها جالها مرض القلب ومرض شريك جدا سفرت برة الأطباء قالوا لازم عملية فورا وعملية خطورة جدا ولكن العملية من غير أمل هي عملية المجرد أن احنا نتدخل وخلاص بعتت لهذه الحجة الفاضلة بعتت لها شنطة فلوس رزم قالت لها الليلة توزعي الشنطة دي على الفقر وتقول لهم كلهم يدعو لأمي هتدخل قط العمليات بكرة بتقول نزلت بقى تروح لعمل القمامة تدينه ألف جنيه راجل يزهل تقول له ادهل فلانا تروح لواحد غلبان شحاة تدينه ألف جنيه راجل يزهل ادهل فلانا بتقول تاني يوم اتصلت بها الست من برا من لندن بتقول لها انت عملت ايه ايه اللي حصل بتقول لها نمي دخلت قط العمليات الصبح الدكاترة قاله دي مش محتاجة عملية ما فيش في ألباء حاجة ألباء سليم تماما سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يا جماعة يا عظمة سواب اللي بيجرى في صراع المعروف في الدنيا وفي الآخر والله يا جماعة قبل ما تندم قبل ما تقول يا ليتني كنت رابعهم عارفين حديث التلاتة والصخرة اللي لما تقفل عليهم الصخرة كل واحد لقى عمل صالح ربنا يفتح له الصخرة بسببه لو انت كنت رابعهم والصخرة تقفلت عليك وهتموت هتنتهي لو ما لقيتش عمل وتقول اللهم انه كان فيه اسرة فقيرة كنت بودلها طعام يا رب كنت تطع من دخلي مرتب شهري لها يا رب اللهم ان كنت قد فعلت اذا بتخوشك ففرج عنا ما نحن فيه تنفرج الصخرة يا جماعة يا جماعة عارفين احد الاثار اثار بني اسرائيل الراجل اللي هو بيموت بيقول يا ليته كان جديدا يا ليته كان كاملا يا ليته كان بعيدا فلما جه يفصل الكلام ده قال لك كان كاملا كان رايح يصلي كان رايح خارج الفجر يصلي الفجر فلقى واحد فقير جعان فكان معاه رغيف اسم نصين اده نص واخد نص لما شاف عند الموت ثواب النص اللي اده للفقير قال يا ليته كان كاملا لما شاف ثواب الهدوم القديمة اللي طلحها للفقرة قال يا ليتها كانت الجديدة يا ريتها كانت الهدوم الجديدة لما شاف سواب انه وصل واحد غلبان للجامع لبيت ربنا قال يا ليته كان بعيدا يا ريت الجامع كان بعيد يا جماعة سواب صناقها المعروف لما الانسان بيجي يموت بيفتكر اعظم طاعها وعايز قبل بها ربنا ربنا بيقول لك ايه وانفقه مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم من موته فيقول رب لو لا اخرتني الى اجل قريب ايه فاصدق هي دي الطاع لا تفتكرها عند الموت وتندم عندها عند الموت يا جماعة لما بيكون واحد غني ويقول لك اقردني بتقرده ليه واثق انه هيرد وعايز تتقرب ليه ربنا بيقول لك سبحانه وتعالى من ده الذي يقرد الله مين اللي يقرد الغني الملك سبحانه وتعالى تخيل لو انا رحت على الحرم وقلت لك ده انا كنت بطف حولين الكعبة وبدقيلك تفرح تفرح قوي طب ربنا بيخلي ملك كل يوم يدقيلك لو انت بتنفق اللهم اعطي منفقا خلفا ملك من ملكة السماوات مش عبد من الدنيا بيطف حولين الكعبة ده ملك فوق ملك من ملكة السماوات بيدقيلك خد الدعاء وانفق على يتامة والفقرة والمساكين يا جماعة كل الاحاديث اللي انا بقولها النهاردة الاحاديث اللي سبتها على رسول الله كلها محققة يا جماعة بصحاها الشيخ الالباني رحمه الله ربنا سبحانه وتعالى صدقة السر تطفق غضب الرب ويفتق قدام تطفق غضب الغضب ده قبل الانتقام كلمة غضب ده معناها انتقام يعني واحد عمل زنب وهينتقام منه وهيتأثر دنيته وهيتبهدل يطلع كفالة يتامة او فقرة او مساكين ربنا يعفو عنه احب الاعمال الى الله صرور تدخله على مسلم يعني ربنا يحبك قد ايه لو ادخلت الصرور على الفقرة والمساكين واليتامة شنطة المدارس شنطة رمضان حايز تبقى مع النبي في الجنة حايز تبقى زيضل في الجنة حايز تجري على مهر الكوثر وتجري مع النبي وتقابله وتقعد مع النبي للنهار عليه الصلاة والسلام انا وكافل اليتيم في الجنة كهتين يلي دخلك الفين جنيه في الشهر لما تقتطع منهم متين وخمسين جنيه تكفل بهم اسرة يتيمة وتبقى مع رسول الله في الجنة الف سبعمائة وخمسين جنيه لدنيتك ومتين وخمسين للفردوس الاعلى يا جماعة بلاش نفرت يا جماعة يا اخوانا عايزين نفوق ده الرسول عليه الصلاة في صحيح البخاري بيقول الساعي على الارمالة والمسكين كالصائم الذي لا يفتر والقائم الذي لا يفتر كالمجاهد في سبيل الله يعني انت وانت بتكفل الفقر انت بتتنفس مع المجاهدين على أبواب الجنة انت عايز ايه بعد كده يا اخوانا يوم الايامة والشمس والعرق والحر التلاتة وتسعين مليون ملي بتوع الشمس مقومي الواحد والعرق بقى رهيب والناس سبحت في عرق زنوبها والموقف رهيب وعرصات القيامة فضيعة وتسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس تلاقي الصدقتك جاية تظلي لك من أهوال القيامة الصدقة يا جماعة شفاء للأمراض شفاء للأمراض كما صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم دهوا مرضكم بالصدقة يعني حباية الدولة بتحطها في بق ابنك الفقير حباية الدولة بتحطها في بقك أو بق ابنك المريض اللؤمة اللي بتحطوها في بق الفقير أصارها في الشفاء أكتر من حبيت الدول في بق المريض عايزين إيه يا جماعة يا أخواننا صناعة المعروف بتزود الرزق يا جماعة الحديث الرهيب اللي الراجل كان ماشي في الصحراء ماشي وسمع صوت بيقول لسحابة اسقى حديقة فلان الكون بيتسخر للي بيطلع صلقة السحابة جرت لغاية حديقة معينة وأمطرت عليها الراجل جير على صاحب الحديقة قال له أنت بتعمل إيه أنا اسمعت صوت في السماء بيقول إن السحابة تسقى حديقتك صوت في السماء بيؤمر السحابة إنت بتعمل إيه قال له أنا لما بحصد هذه الحديقة بطلع التلت لله وبنفق وبنفق التلت على ولادي وبارد التلت في الحديقة يعني هو بيرد التلت في الحديقة هو تلتين هو دخله تلتين تلت لنفسه وتلت للفؤرة يعني نص ماله صدقة لله نص ماله اعمل عشر ملك لله اعملي عشر دخلك لله اعمل ربع دخلك لله يا أخي انفق لله يا أخي طلع لله والله ما يبقى إلا وجه ربك وما يبقى إلا مكان لوجه الله سبحانه وتعالى يا جماعة ولا سوف يرضى اللي بيعطي اللي بيعطي أمن أعطى والطaga واصدق بالحسن فسنيسره لليسرة هيصر التواج عليك هيصر أبواب الدين ليك هيصر أبواب التوب عليك يا شاب ياللي مش قادر تتوب ومش قادر على نفسك يا بنتي ياللي عايز ربنا يهديك ياللي عصيت ربنا كتير وعايز ربنا يكفر لك ياللي مش قادرين تخطوا ربنا وعايزين ربنا يعينكم اعينوا عباد الله الفقراء عشان ربنا يعينكم يا جماعة يا جماعة موضوع الليلة طوقنا جاه قبل ما تغرأ السفينة بينا كلنا قبل ما تغرأ السفينة بينا كلنا هو إيه اللي خلى الضارة تنتشر في المجتمع بتاعنا ما هو ده الفقر إيه اللي خلى البلطاجة تنتشر في المجتمع بتاعنا الفقر إيه اللي خلى الجارة المخدرات والشباب يشتغل ديلارز للمخدرات وتسوقها من الشباب غير الفقر بننقذهم من التنصير التنصير اللي عايز ينهاشهم بسبب الفقر بتاحهم بننقذهم من كبار بننقذ نفسنا من مجتمع محطم منهار بننقذ اخرتنا بنملح صحفتنا بالحسنات يا جماعة لما النبي عليه السلام جمع النساء يوم العيد وقال لهم تصدقوا معشور النساء فاني رأيتكن رأيتكن اللي رأى من النبي ورأى ايه النار ورأى من في النار النساء النبي بيتكلم رأى عين فاني رأيتكن اكفر اهل النار رأيتكن بقى الستات بتطلع الدهب بتاعة طلعي دهبك عندك خمس توطهم دهب طلعي طاقم عندك عشرين غوشة طلعي غشتين عندك خمس حلقان وتسع سلاسل وخمس انسيالات طلعي حاجة لله طلعوا من دهبك يا جماعة لانتنالوا البر حتى تنفقوا حتى تنفقوا حتى تنفقوا يا شباب امة محمد يا رجال امة محمد يا رجال اعمال امة محمد يا اغنياء امة محمد ياللي ورسته ملايين ياللي معاكه فلوس في البنوك ياللي دولبكه مليانة دهب ياللي أغنياء أمه محمد ياللي عندكه مزارع وعندكه أطيان وعندكه أراضي وعندكه عقارات طلعوا لله طلعوا ربنا طلعوا ربنا لدكه كل ده يا شباب كان عندنا خمستاشر شاب في المنصورة فقرة فلما انفعلوا في قضية صناعة المعروف الخمستاشر شاب غلبان قالوا كفالة الأسرة بكام عشان نكفل ياتيم 150 جنيه كل واحدة يطلع 10 جنيه واتفقوا مع بعض النوم يكفلوا أسرة مع بعض عايزين ربنا عايزين دين عايزين يوصلوا ربنا سبحانه وتعالى عايزين ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم يا جماعة صناعة المعروف دي انقذ لنا انقذ لأمتنا انقذ للسفينة قبل ما تغرأ انقذ من كوارث هتتحطم عليها الأمة صخور هتتحطم عليها الأمة لو ما فوقناش يا أخوان إذا أردت كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين لو عايز قلبك يلين ياللي قلبك آسي ياللي بتقفي بتقوليني أما بحسش بالذكر ياللي بتبكي وانت بتقول أنا مش حاسس بالقرآن وأنا بقراء ياللي بتبكي وانت بتقول قيام الليل من بغيرتش في قلبي يا جماعة يا جماعة أردت أن يلين قلوبكم فامسحوا رؤوس اليتامة وأطعموا المساكين على فين يا شباب على فين على فين يا أمت محمد أنا عايزك على أقرب جمعية خيرية بس او على الاختلاط او على الاختلاط او على الاختلاط او عتشترك في عمل خيري يفيش اختلاط اشترك بس من غير اختلاط من غير أي رشاد في اختلاط على أقرب جمعية خيرية يا جماعة تروح تقولولها إحنا تحت أمركم عايزين نشارك أي جمعية عايزين نكيس الأكلف مع التوصول الشهري عايزين نلملكوا فلوس عايزين نقدم لكم تبرعات واستقطاعات شهرية عايزين نكفل أسرة من خلالكم عايزين نوصل البعونات للأسرة الفقيرة عايزين ندخل معاكم في الجنل استكشاف اللي بتستكشف الأسرة الفقيرة احنا معاكم احنا تحت عمركم بالوقت بالمال كل واحد يقدم على قد ما يقدر على أقرب جمعية خيرية تشارك في طوء النجاة تشارك في انقصفينة أمة محمد تاخد السواب الرهيب الرهيب بدل ما ربنا يقول لك يوم القيامة استقردتك فلم تقربني قلتلك أقربني الملك الغني وانت اللي مرضت انت اللي ضيعت الفرصة على نفسك بس يا جماعة مش عايز كفالة عشر جنيه وخمسة جنيه لا يا جماعة عايزين نكفل الكفالة اللي نبقى مع النبي بيع في الجنة عليه الصلاة والسلام كفالة حقيقية يعني كله اللي عاد سبقى بخمشار جنيه يا جماعة كله اللي عاد سبقى عايزين نشارك في انقاذ فقراء أمة محمد عايزين نعمل حاجة لدن عايزين نعمل حاجة لدن يا جماعة عايزين نشارك عايزين يبقى عندنا صحفتنا مليانة سواب رهيب لربنا سبحانه وتعالى عايزين يقول لربنا بنحبك يا رب عايزين يقول لربنا بنحبك يا رب عايزين ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم يا جماعة أنا ببتح المصحف في الوقت قصة سيدنا زكريا زكريا اللي ربنا بيقول عن سيدنا زكريا وزكريا إذ نادى رب رب لا تذرني فرضا كان عنده عقم وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة ليه يا رب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات عشان صناع المعروف ويدعوننا رغبا ورعبا العبادة يعني صناع المعروف الأول يعني زكريا يا جماعة بالسايع الفقراء والأرامل والمساكين ربنا اعطاها هذه المعجزة الرهيبة يا أخواننا يا الله يا أخواننا عشان ناخد المعجزات وناخد الكرمات عشان ناخد العطاءات من ربنا وناخد النفحات من الله اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهدبنا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشفي كل مريض مسلم اللهم ارفع الهم والغم والبلاء والغلاء عن المسلمين اللهم اعافي كل مبتلم مسلم اللهم افرش كربا كل مكروب مسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اقذف الرحمة في قلوب أمة محمد تجاه بعضها البعض يا رب العالمين اللهم املأ قلوب أمة محمد بالرحمة اللهم احسن أخلاقهم اللهم اردهم إلى دينهم ردا جميلة اللهم انقذ أمة حبيبك اللهم انقذها اللهم اغثها اللهم يا رب اكفي كل محروم مسلم احمل كل حاف عار مسلم اكسوا كل عار مسلم احمل كل حاف مسلم اطعم كل جائع مسلم اثقي كل عقشان مسلم زوج كل شاب مسلم زوج كل فتاة مسلمة فرش كرب المكروبين يا رب اقض الدين عن المدينين يا رب اشف مرضى المسلمين يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات إلى يوم الدين واهدي غير المسلمين يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين يا رب استعملنا لكفالة الفقراء والسعي على الارابل والمساكين يا رب يا رب شرفنا بهذه الوظيفة طيلة اعمارنا يا رب يا رب اعن عليها طيلة اعمارنا يا رب املأ قلوبنا بالرحمة جه كل فقير ومسكين ويتيم ومحروم يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين المدارس قربت وشنطة المدارس مفروض ان احنا نعملها للفقرة ورمضان اهو والمفروض شنط رمضان تتعمل والقصر الفقيرة بعد رمضان محدش بيفكر فيها ولا يعبرها والمفروض ان احنا نكفلها الفقر انتشر في المجتمع جدا يا جماعة بقى فيه ناس مش عارفة تصرف مش عارفة تجيب الفنوس ازاي وناس مش عارفة تصرفها ازاي يا ريت اللي اتنين دول يتربطوا ببعض عشان ننجو في دنيتنا واخرتنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا